بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى يا رب يجعله بث مبارك. كررنا نعمل بس بعد صلاة الفجر. الله سبحانه وتعالى يكون فينا الصحية وسمعانا. وأسمع منكم في التعليقات نعمل البس دلوقتي أفضل بعد صلاة الفجر ولا نعمل البس بالليل بعد صلاة الترويح. حسنة في التعليقات الكلام ده. لكن أنا النهاردة كنت عايزة أعمل حاجة كنت عايزة تكلم عن القرآن ورمضان. خلينا نسلم عن الناس اللي هنا السلام عليكم الناس اللي هنا السلام عليكم الناس اللي هنا السلام عليكم وخلونا أن احنا نحاول بقدر الإمكان أن احنا أنا مش عارفة طبعا نزبط القبس بتاع التكتوك لكن خليني خليني كده. تمام. السلام عليكم. تمام. وعليكم السلام. الناس صحية. الحمد لله الناس صحية. الناس عايزين ياخدوا بعد صلاة الفجر بقى سواب الحجة والعمرة تمة 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 بعد صلاة الفجر نسكر الله عز وجل حتى الشروق. فقلنا نستغل الوقت دوت ونطلع معاكم فبس عن القرآن ورمضان. شهر رمضان كرم بنزول القرآن فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فخلونا بقى نعظم القرآن. تعالوا بقى ما أقول لكم على العتب اللي أنا بعتبه على الناس في موضوع شهر رمضان ده. تبص تلاقي مين راح يتسحر دلوقتي. وليس من خلاص السحور خلاص. تمام. ان شاء الله نعملوا بعد التروح بعد كده لكن خلوني معاكم النهار ده دلوقتي. ونتكلم على موضوع القرآن ورمضان. أنا زعلانة جدا جدا جدا. معظم الجلسات التربوية بتقفل في رمضان. معظم الحاجات اللي هي الخاصة بموضوع التفسير والمقارئ بتقفل في رمضان. معظم حتى الدروس الوعز والرقائق بتقفل في رمضان. أصلحنا هنتخلص يعني هنتفرغ للعبادة. تمام. أنا معاك والله إن هي جميلة. ولكن ما الأمثال البشر اللي زيه واللي زيه غيري والأقل. نحن من عامة الناس. يعني الناس اللي عايزة تتدبر القرآن أو قلبها مفتوح لتدبر القرآن ومعرفة معاني الكلمات وهكذا. أو حتى تثوير الصورة اللي احنا كنا بنتكلم عنه. مقفول. كل الحاجات تقول لك لا خلاص بعد رمضان. ده حاجة تزعل جدا. سألت كذا أخت فهن يا بنت الجلسات التربوية بتاعها تقول لك لا بعد رمضان شاء الناس متفرغة للعبادة وكل واحد. أنا معاك والله. ولكن يعني على الأقل المصلحين الدعاه المشايخ لا تغلق بابك في رمضان عن الناس. على الأقل الناس المصلحة الناس المشايخ الدعاء. يا جماعة ليه تقفلوا ما تقفلوش باب للعلم ولا باب التدبر ولا باب الكلام عن القرآن في رمضان. ده رمضان هو شهر القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جبريل يعني عوض القرآن مرتين في الشهر. وكان الرصال السلام يطلو على جبريل القرآن مرتين في الشهر. ليه لأنه هو ده شهر القرآن. فنيجي بقى تقول لك لا أصل للدنيا مقفولة في رمضان. وما ينفعش ان احنا نتكلم خلاص كل واحد مع نفسه. لا أنا يعني أناشد المشايخ والدعاء. يجعلوا ولو كل يوم جلس التدبر والتدبر وتأمل عن القرآن في رمضان. تمام كده علشان بس كده. مين اللي راح يسحر ده؟ فقاني بلد راحين تسحروا دلوقتي. دلوقتي سحروا دلوقتي دي كده؟ خلاص احنا أزل عندنا الفجرة خلاص. وهنا دلوقتي في فترة الشروق يعني. طيب. يبقى ده أول عتب يا جماعة ما تفلوش بابكم في رمضان. وخلي باب القرآن مفتوح للتدبر للعالم اللي زي. تمام؟ طيب. رقم اتنين. لما نيجي نتكلم عن القرآن والأنوار اللي موجودة في القرآن. القرآن في حاجة عجيبة جدا يا جماعة. واسمعوا مني الكلام ده. القرآن فيه جزء خاص بتطهير القلب. شئت أم أبيت. مجرد قراءتك للقرآن. وده النقطة اللي عايزة أتكلم فيها. جميل إن احنا نعمل ختمة واثنين وثلاثة. وجميل إن انت تقرأ القرآن وتختم أكتر من الختمة. لكن الأكتر من كده والأجمل من كده والأفضل من كده. اسمعوا معايا. إنك انت تتدبر وتفهم وتعي القرآن في الشهر ده. عشان تعرف تكمل. أنا عايزة أقول إن تدبر القرآن في الفترة دي. يعني ينقلك نقل عجيبة جدا في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. مجرد وجودك إنك انت بتتدبر القرآن في الفترة دي ينقلك. ليه؟ لأن هو يعني سبحان الله يعني هو دي من أسرار القرآن وما تسألونيش إزاي. إنك بتكرأ تكرأ تكرأ فربنا يفتح لك الفيضات. تكرأ فتفهم فتتدبر فربنا سبحانه وتعالى يوزبل عليك من نور القرآن. يعني دي خلونا مؤمنين بالقصة دي لأن أنا عم نفسي عم مؤمنة بها جدا. لما نيجي مثلا نتكلم مثلا مثلا يعني إحنا كنساء نعلم الرجال حديث النبي صلى الله عليه وسلم علموا رجالكم. الرجال تتعلم سورة المائدة والنساء تتعلم سورة النور لما فيها من أحكام العفة والطهارة وكذا قضية بسورة النور. اللي طلبت منا إن إحنا نتعلم النساء الأحزاب وطبعا سورة النور. وطبعا سورة الطلاق الصغرى والكبرى. الكبرى سورة النساء وطولة سورة الطلاق العادية اللي هي الصغرى. فلما نيجي نتكلم مثلا عن سورة النور وقاية سورة وليس وميات سورة النور وذكر اسم الله نور السماوات والأرض. نور العلم ونور الخشوع ونور التفاوء ونور الكلام عند ربنا سبحانه وتعالى. كل الكلام ده ندعونا سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم قولوا أمين. فإحنا من فضلكم إحنا محتاجين التدبر ومحتاجين إن إحنا مش بس نقرأ. مش بس على فكرة نقرأ. لأ نقرأ وناخد تمام ورد قراءة ومرة واثنين وختمة واثنين وتلاتة بس كمان إن إحنا نتدبر القرآن. طيب أنا هاخد النهاردة معاك وصورة الجهف. إحنا كنا تكلمنا قبل كده من سنتين تلاتة تقريبا سنة عشرين وعشرين تقريبا عن صورة الجهف وجمال صورة الجهف وركزوا معايا بقى في الكلام اللي أنا هقوله النهاردة. مقاصة صورة الكهف. ليه صورة الكهف؟ طلب الله عز وجل على لسان النبي وصالوا عليه بقى وانتوا بتسمعوني. صالوا عليه إن إحنا نكرر صورة الكهف مرة بما إن النهاردة الجمعة فتصالوا على النبي نوك وسواب بقى عشان ناخد السوابات. ليه نكرر صورة الكهف ونقرأها مرة كل مرة إسبوعيا. كل إسبوع صورة الكهف. في حاجة خطيرة في صورة الكهف. صورة الكهف بتتكلم عن أربع فتن بيفتن فيها المؤمن. لا خلاص له بها إلا من قوارب النجاة اللي أنا هقولها لكم النهاردة دي. لكن لكن ليه؟ لإن فيه فتن أربعة بنتعرض لها صورة الكهف. فتنة الدين، فتنة العلم، فتنة المال وزينة الدنيا، وفتنة السلطة. وكل واحد فيها لها أساليب للنجاة. وإزاي ربنا خاطب؟ ليه سمية صورة الكهف بصورة الكهف؟ وركزوا معيشان نحن نقرأها النهاردة كلنا. تقرأوا النهاردة صورة الكهف عشان تاخدوا كل السوابات بتاع صورة الكهف. إيه السوابات؟ تعالوا مقول لكم. أقول لكم الأحاديث كلها اللي خاصة في فضاء صورة الكهف. فكنت كتبها لكم كلها. إيه آه لا حقول لها لا قوات إلا من أهلا وسهلا. هقول لنا كل الكلام لدلوقتي. هقول. إيه أولا حديث سيدنا أبي الدرداء من قرأ العشرة الأوفي من صورة الكهف عصمة من فتنة المسيخ الدجال. وأصلا فيه حديث تاني رواية تانية من القرأة واللي حفظ العشر آيات الأولين. فالتا بتحفظها كلها عشرة ربنا نجينا من فتنة الدجال. لأن فتنة الدجال أعظم فتنة موجودة على المسلمين هي فتنة الدجال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ صورة الكهف. وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه. ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض. كمان من قرأ صورة الكهف كما أنزلت. كانت له نورا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال. غيروا الدجال أخوثني عليكم. أعظم فتنة على المسلمين فتنة المسيح الدجاج قال إن يخرج عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم خلاص عليه الصلاة والسلام وإن يخرج ولست فيكم فكل امرؤ حجيجه حجيجه نفسي والله خليفتي على كل مسلم حديث البراء من قرأ رجل الرجل اللي قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دب اللي هو كان يقال أنه أسيد سيدنا أسيد قال إن في الدار كانت دبة فجعلت تنفر فتنظر فإذا ضبابة فإذا سحابة فإذا غشيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ فلان كذا فأنزل السكينة السكينة نزلت ونزلت ليه الملائكة نزلت ليه نزلت علشان سورة الكهف بسورة الكهف كان طبعا هو سيدنا أسيد بن حضير اللي أنا قلتلك عنه برضو حديث سيدنا أبي سعيد الخضري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة يا نهى ربي ده نور كبير قوي تخلوا من بيتك لحد مكة قولوا إن من المكة مسجت تساعات سفر بالطيار يعني لا مسافة كبيرة كانت له نورا من مقامه إلى مكة ومن قرأ عشر آيات من آخرها ورواية تانية من أولها عصمة من ثم خرج الدجال لم يضره ذلك وعصمة فتنة المسيح الدجال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة النهاردة من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة برضو حديث سيدنا بن عمر من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين عن عائشة برضو رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بسور أمل أعظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها الأجر مثل ذلك الأجر من قرأ يوم الجمعة سورة الكهف فغفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام أو قرأ الخمس الأواخر من عند نومه وهكذا كل دي سوبات قرأة سورة الكهف النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي تقرأ في سورة الكهف لا يدخله الشيطان طيب خلينا بقى نتكلم عن سورة الكهف والفتن اللي موجودة في سورة الكهف ليه سميت سورة الكهف بهذي الاسم ليه ما سميتش مثلا بزل كرنين أو سميت مثلا بالتاني صاحب الجنتين أو مثلا فتنة العلم مثلا موسى والخضر ليه سميت سورة الكهف بسورة الكهف آه آه علشان قصة أصحاب الكهف طب ما فيها أربع قصص واربع فتن ليه أصحاب الكهف بخصوص علشان أصحاب الكهف الوحيدين اللي مراجعوش بيتهم صاحب الجنتين دعا إلى الله ونصح صاحبه في زينة الدنيا ورجع لبيته سيدنا موسى صاحب الخضر شوف قال مشي 80 سنة ولا 100 سنة ولا صاحب الخضر علشان 3 مسائل فقط 3 مسائل فقط معناها كلها انت تظن في الله تظن الحسن ويعرف ان القدر الله حتى خير حتى لو انت مش شايف كده اصحاب السفينة الجدار قتل الغلام شفتوا ازاي بس عشان يعني طب ليه مسلا ماش كده اصد رجع بيته برضو سيدنا موسى بعد ما تعلم من الخضر رجع بيته ذو القرنين اللي ملك السلطة ما بين المشرقين والمغرب وكان له جيش عاصيم ذو القرنين القوتي يا العلم كل دوت ذو القرنين بعدها إلا حسن خلاص رجع لبيته إلا أصحاب الجهة إنهم فتية آمنوا بربهم سغيرين آمنوا بربنا سبحانه وتعالى فزادهم ودى ربنا زادهم ودى وألهمهم الرشد بتاحهم هنتكلم عن الكلام ده النهار ده فما رجعوش بيتهم فشوفوا الله الشكور بقى الله عز وجل الشكور حصل إيه من الله عز وجل بإسمه الشكور على أصحاب الكهف فسميت الصورة صورة الكهف والكهف أكبر من الغار يا جماعة الغار صغير الأكبر منه شوية الكهف فيه برحم في المكان واسع في المكان فسمية صورة الكهف بقى كذا عن البلاغة وبلاغة القرآن وتدبر آيات القرآن فاكرين لما تكلمنا كلامنا وقلنا إن هات أواخر السورة مثلا كلا لا تطعه واسجد واقترب اللي بعدها إن أنزلناه في ليلة القدر يبقى السجود بعدها ليلة القدر صلاة وسجود طيب هاتو بقى قبل صورة الكهف صورة الإسراء الله بصوا نهيت صورة الإسراء الحمد لله كان كلها أسماءه صفات وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير الله أكبر بعدها الحمد لله الذي أمزل على عبده الكتاب ولم جميع بصوا الحمد اللي انتهى بيه صورة الإسراء أسماءه وصفاته والحمد اللي ابتدت بيه صورة الكهف وركزه معايا لإني ده الفهم والتدبر ركزه معايا الحمد اللي ابتدت بيه صورة الكهف حمد احمد ربنا أصلا إن ربنا نزل الكتاب احمد ربنا أصلا على القرآن شفتوا الجمال شفتوا الجمال أنا عايزاكوا كده وعايزاكوا وانتوا مركزين في الصورة مركزين في الكلام دوت لإني ده التدبر الذي أنزل على عبدالك ولم يجعله عوجة أبدا فالحمد على الفعل وعلى تنزيل الكتاب من الله عز وجل تمام بصوا بقى صورة الكهف اختصرت أربع قصص زي ما قلتلكم فتنة أربع فتن فتنة الدين اللي يقول لا إله إلا الله مش عارفين يقوله أصلا أصحاب الكهف لا إله إلا الله مش عارفين يدعو إلى الله ده اللي يصلك أن يقتل فتنة الدين وفتنة الزينت الدنيا صاحبة الجنتين وفتنة العلم وطلب العلم وهنقولي الكلام ده وناخد منها ننجو منها زي وفتنة السلطان فالله عز وجل جاء كده يأمرك أن تقرأ صورة الكهف كل جمعة ليه فيها معاني خطيرة وفيها معاني رهيبة بتعالج صورة الكهف الأربع فتن دول وأربع فتن وفص الشيطان بقى يوسوس ما هيوسوس لك هنا وهيوسوس لك هنا وفي الأربع ورفض السجود لآدم بقى خلق دي صورة الكهف فتنة الدين أصحاب الكهف قصة أصحاب الجنتين والدنيا وأن ربنا أصلا بصوا أصحاب الجنتين أصلا لا تنظر زينة الدنيا الدنيا دي ربنا أعطاها المين الله عز وجل لا يعطي الدنيا لمن أحب ولمن أحب ولكن لا يعطي الدينة إلا لمن أحب الدنيا ربنا أعطاها المين لإبليس أنظرني إلى يوم يبعثون خلاص عشان كده الدنيا في الجنة كل متع الدنيا كمربط عنزة شفتوا الوتد كده الخشب اللي بتربط فيه المعيز هو زيه كده ليس لها قيمة قصة فتنة العلم طبعا لموسى والخضر وقصة السلطان لمين لزي القرنين خلوا بالكم من الكلام ده زي ما قلتلك الله عز وجل باسم الشكور سمى صورة الكافة قصة أصحاب الكافة الوحيدين اللي مراجعوش بيتهم بعد 300 سنة وتسعة هلوم هلوم يا عباد الله هلوم وتعال شوفوا ربنا بعد 300 وتسعة سنة طلعوا يقولوا كده ربنا بيعبد وسمعوا اسم الله ده كان اللي بيذكر اسم الله على أيامهم كان بيحصلوا ايه كان يقتل وبعد كده كان كامل طلعوا الإيمان الذي اكتسبتموه في خلوات المنازل اللي تصدحون به يوما فوق قصة واحد طلعوا يا عباد الله قوم شهدوا نصر الله بعد ما قاموا بعد 300 وتسعة سنة قاموا وشافوا هالكلام طيب بصوا بقى ايه خطوات اللي في سورة الكهف سورة الكهف متكلم عن العصم من الفيتن دي كلمة الرجد اللي جات في فتنة الدين اللي هم أصحاب الكهف ذات نفسيهم اتذكرت أربع مرات وبعد كده الزينة زينة الدنيا اتذكرت كام ثلاث مرات اللي خايف من الفتن يقرأ سورة الكهف تعرفيني الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل كان بيعمل ايه في الفتنة كان كل يوم يقرأ سورة الكهف سيدنا الحسن سيدنا الحسن بن علي لما تنزل خلافة عن المعاوية كان بيقرأ سورة الكهف كان الناس تجرح تقوله انت ليه ليه وكانوا يغلظوا لها الكلام كان فتنة رهيبة كان يقرأ سورة الكهف ملك وفتنة بقى شوفي أدي أصحاب الكهف أدي زينة الدنيا أدي موسى والخضر وإيه التقوى ثالث حاجة السلطان مين زي القرنين من الاربعة اللي ملكوا الدنيا الاربعة اللي ملكوا الدنيا عندك مين حديث ابن الجوزيه وبرضو الثوري أو سفيان الثوري كان يقول كده والإمام الحسن بيقول ابن علي كان يقرأ ويقول ملك الأرض اللي اتملكوا الأرض أربعة اتنين مؤمنين واتنين كافرين اللي اتنين المؤمنين زي القرنين وسليمان أما اتنين الكافرين النمرود وبختنصر الاتنين هما دول الموقع وبعدين الحديث وسيملكها خامس من أهل بيتي إن شاء الله الخامس من أهل البيت يكون المهدي المنتظر طبعا الملك الأرض مشقة ومغربها أربعة مؤمنين كافرين سليمان سيدنا سليمان بن دول وزي القرنين والكافرين بختنصر والنمرود هما اللي ايه اللي ملك وبرضو ابن تايمية في مجموع الفتاوي قال نفس الكلام ملك الأرض مؤمنين اتنين مؤمنين واتنين كافرين طيب قصة أصحاب الجنتين يقولك ايه اوعد انخدع في الدنيا قصة أصحاب الجنتين اوعد انخدع في الدنيا اوعد دنيا تختعك الدنيا أصل لا تسوي عند الله جناحة بعوضة أعطاها لإبليس يلا انظرني فنظر قصة سيدنا موسى والخضر ايه اللي حصل لأ أنا ما نشعارفة هنا القبس انت عمليين تبعتولي حاجة كده أنا ما نشعارفة ولكن يعني ايه خلوني كده في أول مرة لايف بعد كده نبقى نكتشف سيدنا موسى والخضر لما قعد يسافر عشان تلت مساء فقط أصحاب السفينة والجدار والغلام ليتعلم ان أقدر ربنا كلها خير قدر ربنا كله خير عشان تبقوا فاهمين وان اللي ظاهر لك ان ده شر ولكن هو خير بعد كده في فعل الله المطلق والخير المطلق في فعل ربنا وان الخير اللي ما بتشوفوش عينك المجردة هو مراد ربنا غير وان لطفة الله الخفي هو لطفة ربنا خفي في قصة التلاتة بتوع سيدنا موسى التلاتة اللي مر عليهم كان فيه لطفة اسم الله اللطيف فيه فيه لطفة جميلة جدا جدا في قصة سيدنا موسى والخضر لما سيدنا موسى بيقول الخضر أخرقتها انت بتخرق السفينة تغرق أهلها لا طب ما انت جواها سيدنا موسى ما انت هتغرق انت كمان قال له آه لا المصلح المصلح دايما بيفكر في ايه المصلح دايما بيفكر في مصلحة الغير ومصلحة الناس الناس نفسه سيدنا موسى حصل معاه كده ما قالش لتغرق لنغرق نحن ما قالش كده قال له تغرق أهلها لتغرق أهلها برضو لما قال سيدنا موسى ايه لعلكم تستلون طب ما انت كمان هتتدفى بالنار وتدفيت النار لا دايما بيفكر دايما المصلح يتفكر في نجاة الناس وخلاص الناس ومصلحة الناس ودايما يدور على مصلحة الناس اللي في الدنيا الدنيوية واللي في الآخر ده الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم قولوا أمين طيب فتنة العلم في سيدنا موسى ايه وعا تتكبر ايه وعا تتكبر لا يدخل للجنة من في قلبه ذرة من كبر ايه وعا تتكبر ودي اللي في قصة سيدنا موسى العلم يا جماعة له طغيان طغيان العلم ولكن العلم اللي يتعلم صح بتربية وتزكية ربنا ينجيك من فتنة الناس اللي بتتكبر بالعلم وانا عندي المجرور روح يا عمو انت عارفين حاجة ده انت بتفضل والله ولا يحيطين بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض فالعلم يضغيك العلم يضغيك هاته كده سورة إيه هاته سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة اقرأ أولها إن الإنسان لا يطغب لا تضغب العلم يا إم هاته آخر السورة كلا لا تطع وسجد واقترب يا إم العلم يخليك تسجد وتقترب بين الله عز وجل وإن الله يخشى يخشى الله من عباده لإيه العلماء العلماء هم أكثر خشية طيب إزاي بقى سورة الكهف تحفظنا من الفتن الحفظ زي ما قلتلكم أول عشر أيات من سورة الكهف أو آخر عشر أيات يعني أنك تحفظها كلها خلي ربنا ينجينا منها قولوا أمين فتنة الدين فتنة الدين آه فاسحاب الكهف إعلاقت أصلا الدجال إن إحنا لما نحفظ أول عشر أيات وأكول وآخر عشر أيات إيه اللي يخلينا أصلا إن إحنا نحفظ يعني إعلاقت ده بفتنة المسيح الدجال آه أصل فتنة المسيح الدجال الدجال ملك ملك لاربع حاجات بتوع الفتن فتنة الدين يفتنك في دينك بيدعو الناس للشرك يجي يقسم الواحد اتنين وبعدين يقول له قم يقسم البناء أدم اتنين الرجل اتنين يقول له أنا ربك أنا الرب أنا أحي وأميت فتنة للدين ده أدعو للشرك ولا ينجر الله سبحانه وتعالى إلا المؤمن يقول له الله ما زددت فيك إلا إيمانك إنت الدجال والمؤمن يرى يرى على جبين الدجال كافر ويرى ويرى الكافر على يمين ومؤمن وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إن صحى الحديث طبعا الحديث دعي فلو كنو يقص به فضائل الأعمال إن استطعت أن تغمد عينك إنك تغمد عينك لما الدجال يرميت في النار لأن نار الدجال هي جنة الله عز وجل فتنة الدين قوله أنا وربكم فتنة في الدين أعظم فتنة النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة الدجال رسوله الله السلام قال لا تقوم الساعة حتى لا يذكر الدجال على المنابر حيث أقول لكم أبدأ نتكلم عن الدجال شو حيث أقول لكم عايز أقول لهم بحلم بحلم بقول لها رب أنا باني وباني الدجال وعقول اجي في الزمن اللي فيه الدجال اده الله سبحانه وتعالى يا رب يعصمنا من هذه الفتنة اقوله امين علاقة فتنة الدجال بصورة الكهف في فتنة الدين اده هو بيدعو للناس الشركي يقسموا وقول له امم واشرق بالله انا الله استغفر الله فدي فتنة في الدين فتنة الجنتين الزينة يمر بالخاربة يمر بالمدينة الخاربة الدجال فيخرج منها الكنوز يخرج منها ويأمر الارض فتمب ويأمر السماء فتمتر يقول لك انا رب الارض الجباء بقت خضرة وامرت السماء انها تمتر مطر فتنة فتنة في الدنيا وفي زنت الدنيا ده رقم اتنين رقم تلاتة فتنة العلم الدجال بيجيب الواحد كده يقول له موت يموت او يخبره عن حاله القديم او يخبره يا جماعة عن ابوه امه يخبره اللي مات اقول ابوك امك اهو فتنة فتنة عالم بهذه الامور ففتنة في العلم فتنة الدجال بالسلطة بيقول تدين له الممالكة كلها كل الارض كل الممالك وما من بلد الا يبلغه سلطة الدجال الا مكة والمدينة عليها ملكين مسكين حرب عاملة كده الحرب حتى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم الحرب عاملة كده مسكها الملكين ووقفين بيها بالحرب على باب مكة والمدينة لا يدخلها الدجال طيب قواري بيننا جابقة لما اجي انا فتنة الدين وده كده معلش سامحوني واحفظهم علي انه لما نسمع حتى يعني مجرد كلام مختصر عن صورة الكهفة ما تيجي تقرأها النهاردة هتلاقيها جميلة وهتفتكر الكلام اللي انا قلتلكو عليه فتنة الدين اربع حاجات للنجاح من فتنة الدين بتوع اهل الكهف دول الفتية دول عملوا ايه؟ هجروا البيئة الفاسدة سيب سيب الارض اللي حصل عليها فساد وشرك وحصل عليها سيب الارض اللي قاتل تسعة وتسعين نفسه وجي الراحل قال له لا يا توب قال له مالوش قام جاء قتله وراح لراجل عالم قال له سيب الارض دي وراح لو عبد ربنا في ارض تانية يبقى هجر البيئة الفاسدة ايه؟ الدليل واذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا الى الكهف يا رب جاء لنا الكهف نقول لي يا رب في قلوبنا قولوا امين فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته الله انا هكرمك على اسم الرحمن النهاردة صورة الكهف ينشر لكم بس يا رب ما نساش ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم راشدا اللهم هديني وسددني ورشدني يا رب دايما دعوة الرسول على السلام سيدنا عليه يقول اللهم وفقني وديني اللهم سددني ورشدني اللهم وفقني وسددني ورشدني الرشد في الامر رشد الامر يبقى اول حاجة انهم هجروا البيئة الفاسدة رقم لو انت عايز ربنا انك جيت من فتنة الدين ما تقعدش في مكان في فسد ما تقعدش في بيئة كلها كفر ولا تعينك على الصلاة ولا تعينك على كذا ادعي ادعي دايما بحاجة زي كده طيب انا معرفش ايه اللي بيطلع لي هنا يا جماعة والله يعني خلوني ايه طريبا مفيش نت هنا كمان طيب رقم اتنين عملوا ايه اللجوء الى الله اهل الكهف عمت لجأوا لربنا ربنا اه هيئ لنا يا رب ودعوا ربنا سبحانه وتعالى فربنا اوحى اليه انا اروحوا لكهف اللجوء ربنا بايه كثرة الزكر كثرة الزكر تقربك لربنا سبحانه وتعالى كثرة الزكر تلعين قلب كثرة الزكر تخليك دايما يا ربنا عايزك وعايز طريقك اه الدليل وكل عسى واسكر ربك اذا نسيت اهو وكل عسى ايه عسى في القرآن للتحقيق يعني نعم عسى ايه يا ربنا اقرب من ذلك ايه اه شهدها اللهم اجعلنا منهم تالت حاجة عملوها جابوا صحبة كلهم مع بعض اهل الكاف راحوا كلهم مع بعض وجابوا صحبة مع بعضهم صحبة الصلحة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغضاة والعشي يريدون ايه يريدون وجه ولا تعضوا ايناك عين وتريدوا زينة الحياة الدنيا جميل ولا تتبع ايه عدم اتباع الهوى ولا تطع من اغفلنا قلبه وعن ذكرنا واتبع هوا اوع وكان امره فرض اللي بيتبع هوا اللي بيحصل اللي بيتبع هوا سقط من اتبع الهوى هوا يعني سقط اللي بيتبع الهوى ايه يسقط طيب حاضر انا حقيقة مش عارفة الدنيا دي يمشي هنا ازاي بس ان الله سبحانه وتعالى يكون شغال ولو تطع من اغفلنا قلبه وان ذكرنا واتبعه طب ان جاء بقى يبقى دول الاربع حاجات من ان جاء من فتنة الدين طيب ان جاء من فتنة المال اول حاجة فتنة المال هي صاحب الجنتان قاعد ينصحه صاحبه وقوله عكون فاكر كده ده ربنا ممكن يبدلها لك وتصبح صعيدا او يصبح ماء وها غورة خلوا بالكم من الكلام ده مهم جدا يبقى ازاي ربنا ينجيني او قوارب النجاة في فتنة المال افهم حياة الدنيا واضرب لهم مثلا لحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء يا فاصبح 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 وكان الله على كل شيء سرع انقضاء الدنيا بتمشي بسرعة عدت بسرعة عدت مهما عشت فين الناس اللي موجودة من مئة سنة ماتوا فين اللي موجودين من تسعين سنة ماتوا فين انت دلوقتي كنت ايه لم يكن شيئا مذكور انت اصلا ما كنتش موجود فاصرعت افهم حقيقة الدنيا لعاعة لعاعة طيب شوفوا كده صورة الانبياء صورة الانبياء بقولي اقترب للناس ايه حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلات المعرض طب هم في غفلات الناس اقترب الحساب هم وعيين والله ما هم وعيين معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربيهم وحنا سئلنا استمعوهم ايه نشطين وبيذكروا وطاقين يلعبون طب بقلوبهم لا هي تنقلون بكارسة بكارسة لا هي تنقلوبهم كل الكلام ده وهم خلاص ولا واصر قالوا اضغص احلام في الاخر يعني لا عايز اقول لكم ان النجاح من فتنة الدنيا من فتنة الدنيا ان انت تذكر الاخرة زي ما احنا قاعدين دلوقتي بنذكر لنا ده الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها جلسة ذكر اللهم امين ويكتبها لنا ونخلص على الشروق ونقوم نصلي الرقعتين والضحى فحجة وعمرة تامة 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 مع النبع السلام اللهم امين النجاح من فتنة الدنيا انك تذكر الاخرة ايه ده ليه ويوم ما نسير الجبال ايه وترى الارض هاملة وترى الارض بارزة فلم نغادر منه ايه احدا والقد جئتمونا فراضة ينهر كل واحد هي وفق قدام ربنا فراضة وقالوا يا ويلة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصى انتو عارفين صغيرة وكبيرة الفضيلة عدنا بيقول ضج الناس بذكر الصغيرة قبل الكبيرة ضج الناس بذلك انه ذكروا الحاجات الصغيرة ذكر كل حاجة هفواتك وغفلاتك وكلامك وعدم كلامك وحتى مجرد انك بتحرك ايدك في الرمل كده زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا لسيدنا عمر طيب ثالث حاجة قوارب النجاح من فتنة العلم اول حاجة للعلم تغيام انا قلتلكم لكن بالتربية والتسكية يأتي العلم ثمرته يا جماعة طيب اول حاجة تواضع شوف سيدنا موسى قاله ايه هل اتبعك على ان تعلمك مع انه رسول ومنقول العزم من الرسل ولكن قاله هل اتبعك شفت الادب شفت التواضع بسوا كمان ولا تؤاخذني ولا تؤاخذني اذا ولا ترهقني بالراحة علي ادب التعلم التواضع مع انه قلتلكم رسول تاني حاجة همية طلب العلم شوفوا سيدنا موسى فضل قد ايه وما اخترش وربنا اعلمه لما واحد سأله وانت اعلم أهل الأرض قال له ربنا عدبه وقال له رح شوف للخضر وربنا اتهم العلم يعلم اكتر منك فاروح تعلم منه اهمية طلب العلم طلب العلم بتعرفنا عن ربنا طلب العلم بتخليك قريب من ربنا طلب العلم بتخليكش تستجيب لي الفتنة زي ما بنتعلم دلوقتي على صورة الكاف لما تيجي تقرأ انت مش هتندم بعد كده انت ذات نفسك الكلمات ده هتبقى موجودة ده الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم بها تالت حاجة الصبر بقى على طلب العلم الصبر يعني شوفي الواحد بس يطلب بس طلب العلم الصبر عليها اه صورة الكاف فيها من الرحمات وفيها كلمة رحمة جاب فيها زي ما قلتلكم سبع مرات واحنا مطالبين نقرأ صورة الكاف كل ايه كل سبع تيامي يعني كل اسبوع فتجيلك رحمة من السبعة في السبعة ايام والله الواحد جاء في دماغه كده يعني معرف لهاش دليل بس يعني كذفة في القلب كده ده الله سبحانه وتعالى يرزقنا الرحمة وقياه طيب قوارب النجا بقى في موضوع سلطان العلم التعذي القرنين آه ذي القرنين قال ايه نسب الفضل لله قل بفضل لله برحمة ربنا نسب الفضل لرحمة ربنا انا عمري ما الكلام ده جيله من نفس ده برحمة ربنا تاني حاجة تذكر الاخرة وانه هو دايما يذكر الامر الاخرة آه كلمة الكهف اصلا ذكرت في سورة الكهف كم مرة ستة مرات الزينة اه اننا جعلنا معا على الارض زينة لها شفتوا زينة لها مش زينة لنا واحنا عملين مش الله علينا عملين نذكر في الدنيا ونعمل في الدنيا هي مش بتاعتنا اصلا هي مش بتاعتنا هي مش در قرار اصلا آه الفتن الاساسية اللي بتتعرض لها في سورة الكهف وخوارب النجال اللي انا قلتلكو عليها لكل فتنة نخلي بدنا منها فضل الصورة بقا زي ما قلتلكو نور من الجمعة للجمعة نور نور من هنا لحد ما الكهف تعصم من الفتنة المسيح الدجال البيت الذي لا تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان وان ربنا يرزقنا النجاح من فتنة الدين وفتنة الدنيا زينة الدنيا ومن فتنة العلم وسلطان العلم ومن فتنة القوة والسلطة وهكذا امور يعني قدو الله صحانه وتعالى يا رب انتوا تقرأوا النهاردة سورة الكهف تتذكروا المعاني اللي انا قلتلكو عليها ديت ونلتزم بيها وان شاء الله بإذن الله هيبقى لنا كل يوم وقفة يعني يعمل لكم بس بعد صلاة الفجر هشوف بقى انتوا وانتوا كاتبين في التعليقات عايزين بعد صلاة الفجر ولا عايزين بعد بعد الترويح بحيث ان احنا نجمع الخيرين نشوف الناس صحية امتى اللي بيزحى من بعد صلاة الفجر دي بقى معايا وياخد ثواب ان هو يذكر الله عز وجل من بعد صلاة الفجر للشروق ونصلي رقعتين الضحى او اربع رقعات الضحى يا ابن ادم اركع ليه اربع رقعات اول النهار اكفي كآخره وان شاء الله بإذن الله نستمر معاك وربنا يحيين على هذا الامر ويجمعنا القرآن يا جماعة مش بس كراء القرآن تدبر ينقلك نقل غير عادية بينكم وما بين ربنا القرآن يا جماعة القرآن افضل اقول من هنا الحد لو ربنا يتوفني اليوم الايامة لحدا ما موت القرآن القرآن يجعل لك حال مع الله القرآن يخلي لنا حال مع ربنا القرآن يخلي لك نور ورجد ويخليك تعرف تتجنب الفتن ولا تسقط ولا تكتئب ولا تحزن الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم هدعي حب صغيرين وبعد كده نختم ونأمن مع بعض يا رب لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك اللهم لك الحمد حتى طرد ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد أبدا أبدا اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب علمناها أم لم نعلمها أدينا شكراء أم عجزنا وعينا يا مولانا على ذكرك وشكرك وحسن عبادة اصلح لنا الأحوال يا رب اكرمنا يا رب اجعلوا يوما مباركا يوم الجمعة هذا يا رب ارزقنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يا رب وتقبل منا وبلغوا السلام اللهم بلغ رسول الله إننا نصلي ونسلم عليه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا رب اجعلنا لسنة سيدنا محمد من المتبعين ومن المحيين ولا تجعلنا يا مولانا من المبتدعين وأوردنا حوضة واسقرة من يدي الشريفة شربة هنيئة لا نظم أبعدها أبدا حتى ندخل الجنة بسلام يا كريم اكرمنا يا رب اصلح حالنا يا رب اللهم اصلح حالنا يا رب اصلح حالنا يا رب وكرمنا بكرم من عندك يا رب بلغنا ليلة القادرة بلغنا الطاعات يا رب في رمضان اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا نفهم القرآن اجعلنا نتدبر القرآن اللهم ارضعنا برضاك يا رب وارزقنا الطاعة يا رب وارزقنا طاعة يا رب وارزقنا صيام رمضان يعني إيمانا واحتسابا وارزقنا قيام رمضان إيمانا واحتسابا عدنا على الطاعات في رمضان اللهم امين. اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الاحياء منهم والاموات. انك يا رب سميع وقريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. يا رب وجعلنا جعلنا يا رب من مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا هبلنا من ازواجنا ودريتنا قرات ع pied. جعلنا نمتقينا اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وحسننا الخاطمة اللهم أمين أمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته